تعال رئيس الوزراء حيدر العبادي حكومة أقليم كردستان إلى احترام حق التظاهر السلمي وتحقيق مطالب المتظاهرين في الأقليم العبادي وفي تغريدة له على موقع التواصل تويتر أكد أن ما يحدث في الأقليم هو نتاج للسياسة الخاطئة والإصرار على إجراء الاستفتاء رغم محاولات بغداد لمنع إجرائه محذرا من سياسة التفرد بالرأي التي ينتهجها السياسيون في الأقليم بحسب قوله